كنا قرينا على إعلان تنجا في موقع هيسبريس الكوميدي إعلان تنجا على طرد الصحراء الغربية من الاتحاد الأفريقي ومن بين الدول مملكة ليسوتو أصدر وزير خارجية مملكة ليسوتو بينا رسميا أمس الأربعاء نافى فيه هذا الخبر الصادر في وكالة الأنباء الصحراوية الذي ينفي أن مملكة ليسوتو وقعت بيان ولوزير خارجية سابق وقع بيان لطرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الأفريقي فوزير خارجية مملكة ليسوتو نفى أي علاقة لبلاده بالإعلان الذي ادعت الرباط أنها وقعت عليه مؤخرا في تنجا لدعم ما اسمته وسائل الإعلام المغربية طرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الأفريقي وقال وزير خارجية مملكة ليسوتو في بيانه أنه نمى إلى علم حكومة مملكة ليسوتو أن هناك مقالات إخبارية متداولة في المنابر الإعلامية فيما يتعلق بما يسمى نداء تنجا الذي يزعم أنه وقعه وزير الخارجية والعلاقات الدولية السابق لمملكة ليسوتو السيد ليسيغو ماك جوتي في المغرب حيث وقعت ليسوتو التي يزعم أن سيد ماك جوتي يمثلها نداء لطرد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أو الصحراء الغربية من الاتحاد الأفريقي ونفى المسؤول الأفريقي جملة وتفصيلة قائلا أن حكومة ليسوتو تنأى بنفسها بقوة وبشكل كامل ومطلق عن هذا التوقيع المزعوم مملكة ليسوتو والصحراء الغربية هذه الفقرة مهمة تحافدان على علاقات تنائية ودية حيث واصلت الحكومات المتعاقبة في ليسوتو دعمها للصحراء الغربية ولقد تم الحفاظ على هذه العلاقات على مر السنين واستمرت في النمو من حسن إلى أحسن والسياسة الخارجية لمملكة ليسوتو مبنية على المساواة في السيادة بين جميع الدول وأكدت على أن الاستقلال يتم طبعا والحق في تقرير المصير وموقفها من القضية الصحراوية وغير ذلك فتكذبون على الأشخاص عادي نورمال تكذبون على الدول على دول دول موجودة طبعا بعض الدوباب الآن يقول ليسوتو وراكو تهضروا عليها لو ليسوتو خرجت وقالت نعم وقعنا إعلان طنجة لطرد الجمهورية الصحراوية لا تحولت إلى دولة شقيقة وصديقة بالصح لأنه دولة محترمة وعندها سياسة خارجية وعندها سيادة واستقلالية في اتخاذ القرار عندها سيادة واستقلالية في اتخاذ القرار فقالت بأنه كيف يتم محشر هذه الدولة في اتفاقية وفي إعلان إعلان طنجة مسألة فيها كما قلت لكم تكذب على الأشخاص على الهيئات على المنظمات الجمعوية ممكن تكذب على دولة موجودة معترب بها في الأمم المتحدة هذه مسألة غريبة جدا